نعى مهرجان دبي السينماء الدولي الفنان الهندي الراحل عرفان خان الذي وافته المنية صباح اليوم الاربعاء 29 ابريل 2020 عن عمر 53 سنة مؤكداً أنه فنان من طراز نادر وستظل أعماله باقية في قلوب عشاق الفن في كل مكان وكتب حساب المهرجان الرسمي على تويتر بعض النجوم يرحلونه لكنهم باقون بما قدموه من فن وعطاء وإبداع وده عن عرفان خان فنان من طراز نادر ستظل أعماله باقية في قلوب عشاق الفن في كل مكان وده البوست بتاع معرجان دبي بينعي فيه الفنان القدير عرفان خان الله يرحم وتوفيه اليوم الاربعاء الممثل الهندي عرفان خان بعد صراع طويل مع مرض السرطان وأكد متحدث باسم عرفان خان النبأ في بيان مقتضب وكان عرفان خان من عوائل نجوم السينما الهندية الذين يتركون بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليود مثل ونشر الفنان الهندي عرفان خان في وقت سابق تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تؤكد إصابته بمرض نادر فيما ذكر موقع The Indian Express أن الفنان يعاني من هذا المرض منذ حوالي أسبوعين ولفت عرفان خان في تدوينته إلى أنه دافع عن خياراته طوال حياته لذلك فإنه لن يستسلم لهذه المحنة مؤكداً وقوف عائلته وأصدقائه بجانبه وعدم جمهوره بالكشف عن حقيقة مرضه خلال أسبوع أو عشرة أيام حينما يحصل على تشخيص قاطع ولد عرفان خان في ولاية راجستان عام 1967 وهو سليل أسرة مسلمة ميسورة الحان واسمه الحقيقة عند الولادة كان صاحب زادة عرفان علي خان والده تنتمي لأسرة ملكية أما والده فكان رجل أعمال ميسورة الحان تخلى عرفان عن اسم صاحب زادة لأنه يدل على منبته الطبقي الميسور وتعرض للاعتقال مرتين عند دخول للولايات المتحدة الأمريكية بسبب تشابه اسمه مع اسم أحد الأشخاص الذين كانت تبحث عنه السلطات الأمريكية تميز خان بأدائه الدقيق والواضح حيث وصفه الكثيرون بأنه أحد الممثلين الأكثر موهبة في الهند كان يحظى باحترام كبير في الأوساط الفنية وفي عام 2018 كشف خان عن اساباته بورم سرطاني في الغدد السماء وهو مرض نادر يصيب الخلايا التي تطلق الهرمونات في مجرى الدم وخضع لاحقا للعلاج في أحد مستشفيات لندن كما عارب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي عن حزنه لوفاة خان وقال في تغريدة زوال عرفان خان خسارة لعالم السينما والمصرح سيتم تذكره لعروضه المتنوعة عبر الوسائل المختلفة كما نقل أميتاب بتشان تعزيه على تويتر حيث نشرة مجرد تلقي أخبار عن وفاة عرفان خان هذه أخبار مزعجة وحزينة موهبة لا تصدق زميل كريم خلق فراغ كبير ونشرت الفنانة بوشتة صورة لها مع النجم الهندي الراحل عرفان خان على حسابها الرسمي بموقع انستجرام منذ قليل وعلقت عليها قائلة أرقد بسلامي عرفان خان واحد من أعظم الفنانين والممثلين وصانعي الأفلام في الهند والعالم أخبار حزينة جدا وده البوست اللي أنا شارته بشرة على حسابها على انستجرام مع عرفان خان ونعته فيه الله يرحمه توفي عن عمري تلاتة وخمسين سنة وكانت آخر أدوار خان في فيلم انجريزي ميديام الذي اتطرح عيوم تلاتتاشر مارس الماضي وحقق إرادات وصلت لتمانين ألف دولار عالمياً وتم إزالته من دور العرض بسبب إغلاقها بسبب كورونا وكان خان من أوائل نجوم السينما الهندية الذين تركوا بصمة في سينما الغرب وشارك في عدد من الأفلام في هوليود مثل لايف أوف باي و جيوراسيك وولد وغيرهم حيث وصلت عدد أفلامه إلى مية واحد وخمسين عمل وعرب النجم الهندي شارو خان على حزنه الشديد لوفاة صديقه الفنان عرفان خان مؤكداً أنه كان أعظم ممثل بعصرهم ونشر شارو خان صورة جامعته بعرفان خان عبر حسابه على تويتر وصحبها بتعليق صديق الملهم وأعظم ممثل في عصرنا بارك الله في روحك يا عرفان سوف نفتقدك بقدر ما نعتز بحقيقة أنك كنت جزءاً من حياتنا ودي الصورة للنشارة شارو خان وهو مع عرفان خان الله يرحمه لو أعجبكم الفيديو رجل تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكراً لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا